بإذن الله تعالى ما يجري في غزة عمليا من هذا القصف المتوحش القصف بأنه هو تدمير قطاع غزة يتحويله إلى مجموعة من المشردين إلى خلخلة المجتمع كله بحيث أنه يتحول إلى فقراء مشردين بدون مدارس بدون مستشفيات بدون أمراض وأوبئة وصولا طبعا إلى تدمير مقدرات المقاومة وبالتالي خلق واقع جديد يعني الآن الخطة الإسرائيلية هو خلق واقع جديد في غزة ليس فقط تدمير مقدرات حماس وإنما أيضا تدمير مقدرات المجتمع نفسه وهذا يشير إلى كذا سيناريو أنه قطاع غزة يكون فارغا بتهجيره إلى مصر مثلا أو ضمه لإسرائيل أو تركه بفوضى كبيرة جدا في حالة طبعا أنه إسرائيل تقتحم قطاع غزة وتبقي يعني تجهز على البقية الباقية باختصار الزناريهات المقبلة لقطاع غزة مخيفة مخيفة جدا يعني ليس فيها حتى خيار يكون أحلى مر كله مر حقيقة لهذا السبب هذا التغيير يجب أن لا يحصل حقيقة يجب أن لا يحصل الإسرائيلي على ما يريد لأنه في حالة تهجير غزة هذا سيعمل على تهجير الضفة الغربية أيضا وبالتالي يجب وقف هذا الأمر تماما لأنه صحيح أنه ما يحصل صعب صعب جدا ويجب التنبخ إليه تماما لأنه محتل الآن يبدو أنه مستغلا الدعم الماء الدولي بدي يخلص حسابه كله مع الجميع على فكرة مع الجميع وبالتالي هذا يفسل لماذا قال نتنياهو أنه بدي يغير الشرق الأوسط بذلك أنا برأيي أنه إسرائيل الآن صرف كأنها زئب جريح وليست كذلك هي تدعي أنها زئب جريح والأمريكا أو العالم الغربي كله الاستعماري أعطى إذن إذن أنه يدمر كل ما يريد حتى يشبع حتى يرتوي حتى يحقق أهدافه وبالتالي قد يعني قد يبتعد كثير جدا 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 في محاولة تصوية حساباته مع الشعب الفلسطيني نعم دكتور أحمد حقيقة يعني من خلال حضرتك يعني أستشف بأنه أنت تقول بأنه نتنياهو استطاع أو نجح في استعطاف الرأي العام والشارع الأوروبي والشارع الأمريكي ومن خلال ما قدم من صور وبأنهم مستهدفون وما إلى ذلك لا لا هي المسألة ليس أنه قدم صور هاي الغرب الاستعماري دائما مع إسرائيل هو اللي صنع إسرائيل يعني هو يشغل إسرائيل أصلا مش صرحها بس ويشغلها حتى اللحظة وبالتالي الغرب ما بده صور طبعا فيه احنا عطينا صور احنا فلسطينيين عطينا صور من سنة 1948 صور المذابح والطرد والكتل والهدم والاستيطان والمستوطنين عطينا صور لهم الصور هذا عقل مش عاطفي هذا عقل استعماري بده مصالحه وإسرائيل هي تشغل وتدير وتحمي هذه المصالح المسألة مش قائمة فقط على الإعلام يا صديقي نعم طيب دكتور أحمد اليوم نتنياهو يعلن عن اتلاف للحكومة جديدة حكومة طوارئ ربما هذا يعطيه مزيد من عمر لهذه الحكومة وهو بذلك يحقق مكتسب حكومته كانت على الحافة كما تعلم في ما قبل معركة غزة الاحتجاجات بالملايين كل يوم سبت في المدن الإسرائيلية كانت الشوارع تمتل اعتراضا على إصلاح النظام القضائي اعتراضا على قانون قومية الدولة أو قانون قومية الدولة اليهودية وما إلى ذلك وأيضا هو ذاته متهم بالفساد مع زوجته وابنه دعم هذه الحرب عمليا أنقذته إلى حد ما أنقذته لكن ليس كثيرا ولكن أنقذته نعم والحكومة الطوارئ أو مجلس الحرب أو حكومة الحرب التي شكلها ستعطيه عمر حقيقة وأيضا ستجعله لا يتقدم إلى محكمة وأيضا حتى الخلاف الداخلي بينهم حول الإصلاح القضائي أيضا توقف لأنه في حرب وكذلك يعيد بعض الثقة التي فقدها جيش الاحتلال أمام جمهوره بالإضافة أنه عنده بصير حكومي أكثر بين قوثين كفاءة ومهنية في قتالها مع الفلسطينيين بذلك نعم هذه الحرب وجعلته وجعلت نتنياهو ضيف يعني محبوب عند البيت الأبيض وبايدن بحكي معه أربع مرات وبلينكين بيجي عنده والعالم بيعطيه ما يريد من دعم ومساعدات إلى آخرين بالتالي نعم هذه الحرب حمليا أنقذت نتنياهو وأوقفت الصراع الداخل الإسرائيلي المحتدم وإسرائيل الفاشية التي كانت فاشية وعنصرية لم يعد أحد يتحدث عن فاشية وعنصرية إسرائيل صار الكل يتحدث عن إنه إسرائيل المجروحة اللي تم الاعتزاء عليها وإنها هي الضحية وإنه لابد من إعطاها الإذن لذبح ما سستطيع ذبحه نعم هذا أثار عمره صحيح أخير حقيقة معك دكتور أحمد رفيق عوض يتعلق في الجبهات كان هناك ربما محاولات لفتح جبهات في الشمال في الداخل الإسرائيلي في الضفة الغربية إضافة إلى الجبهة التي فتحت في غزة لكن لم يكن لها ذلك الوقع كما هو وقع غزة هل من الممكن أن تفتح هذه جبهات القتال مع إسرائيل؟ أتحدث الآن عن الضفة الغربية أولا الضفة الغربية هي لم تسكت أبدا ومشتعلة طولة الوقت قدمت حوالي 29 شهيد من يوم السبت لليوم 29 شهيد في حوادث مقاومة في مختلف الكرة والمدن الفلسطينية قدمت حوالي 290 شهيد من أول للسنة أول سنة 2023 جاء الضفة الغربية جبهة لم تسكت ولا تسكت بالتأكيد الآن جبهة شمالية لقى هناك حسابات كثيرة حسابات إكليمية كبيرة وأيضا أمريكا أرسلت رسالة واضحة جون كيربيد بسرعة قال أن إيران ليس لها علاقة بين الهجوم هي تدعم حماس ولكن ليست لها علاقة بين الهجوم وكانه يقول أنه يرسل رسالة إيران أنه نحن لسنا بصدد الاشتباك معك لأثمان كثيرة إنها علاقة بالتفاوض على المشروع النومي إلى علاقة بالطلاق فراح الأمريكان إلى علاقة 6 مليار دولار إلى آخر إيران من جهتها لقطت الرسالة وأيضا إيران تعودت أو في كلا برة كم ضربها حتى في عمقها وكانت تمتصت هذه الضربات وتحتوية وضربت أيضا في سوريا وضربت في لبنان أيضا بالتالي إيران تصبر يعني عندها صبر طويل لذلك في الجمال الشمالي باختصار الجمال الشمالي أعتقد أنها تأخذ هذا بعين الاعتبار أو هي حساباتها من ضمن هذه الحسابات وبالتالي كما نرى في الجمال الشمالية هناك توتر محسوب ضربات محسوبة قد تتضحرج في يوم الأيام ولكن حتى اللحظة ملشي محسوب تماما نعم شكرا جزيلا لك دكتور أحمد رفيق عوض رئيس قسم الدراسات في جامعة القدس والخبير في أشؤون الإسرائيلية شكرا جزيلا لك يا سيدي من رام الله